درقات مخطط وسائل النقل في العاصمة كيف سيقضي على الازدحام المروري وكذلك سنتحدث عن مترو الجزائر وتوسعات هذا المشروع كيف ساهمت في تنقل أسرع للمسافرين للحدث أكثر عن هذه النقاط يحضر معنا في الستوديو السيد عبد الكريم بن غلاب نائب الرئيس الوطني للمنظمة الوطنية للنقلين الجزائرين صباح الخير سيدي صباح الخير شكرا لك بداية سيد عبد الكريم بالنظر شفنا فترة الصيف كان هناك هدوء على مستوى طرقاتنا مع دخول الاجتماعي بدأت طرقات تشهد نوعا ما زحمة مرورية في كل مرة نقوله هناك مخططات من أجل إعادة تسيير وهيكلة طرقاتنا طيب من المنتظر في ظل ما أصبحت تشهده اليوم العديدة من طرقاتنا خاصة في العاصمة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسالين جمعة مباركة إن شاء الله فيما يخص سؤالكم نشوفوا نحن في العاصمة وبالذات في العاصمة عند دخول الاجتماعي تكون هناك حركة مرور مكتظة هذا ما ينعي يعني يستنتج عدة عوامل منها عامل يعني تواجد دخول التنميذ التامدرس مع العمال يعني في نفس التوقيت وحتى يعني بس المواطن الكريم حتى يعني ما قامت بولاية الجزائر من ترحيل يعني هناك أماكن مكتظة نشوفوا إحنا يا هذا الحركة يعني الرهيبة من الملكتظات على السيارة وقع نشوفوها باللي حتى المواطن يعني متدمر المواطن الشاب يعني الطالب لا على أساس أنه عندنا توقيت التوقيت ما يناسبش توقيت التامدرس توقيت العمل وحتى يعني فيه توقيت مثلا حتى تعالي نشاطات يعني تعالي إدارة وقع وإحنا كنا يعني طالبنا عدة مرات كتنظيم نقابي طالبنا مديرية النقل باش يكون يعني مخطط نقل ومخطط يعني تع حركة مرور إلا أنه يعني كينوعد ما زالت يعني كما يقولون في الوقت طيب سيد عبدالكريم كنت اذكرته أكيد نجد بأن المواطن في مثل هذه الحالات أكيد رح يكون هناك حالة من التذمر في ظل أنه يصل إلى مقر العمل أو حتى إلى المكان يكون متوجه ليه ويقضي ساعات طويلة للأسف عبر الطرقات لكن هل تعتقد كذلك أن تصرفات بعض السائقين هي اللي بإمكانها أن تخلق نوع من الزحمة في الطرقات نظرا لعدم احترام قوانين المرور وهذا حقيقة وقفنا عليه في العديد من المرات لتجاوزات بعض السائقين على مستوى الطرقات ويكونهم السبب في خلق هذا الازدحام المروري هذه الأمر أو هذه التعاملات اللي قموا بها الناقلين وأنت مشكورة عن الملاحظة هذه كنت في هذا البلاطبو كنت قلت لك يعني هي معاملات ولا يعني كما يقولون معزولة موش كل المواطنين نحن بالدرجة الأولى هذا الناقل لكن بإمكان أنه سيارة واحدة قد تعطى العشرة أو حتى عشرين سيارة إذا كانت ما كانش هناك احترام لقواعد المرور كذلك مسوى الحافلات نجد بأن الحافلات نشوفها يعني تسير عبر طرقات عدم احترام أماكن التوقف يعني يكون هناك توقف عشوائي ليس مخصص لتوقف هذه الحافلة لكن نشوفوا أن سائق الحافلة يتوقف ويخلق زحمة مرورية هذه أعيد وأكرر أنها يعني حالات معزولة ولو يعني ثبتت هذه الحالات يعني كين أفراد الشرطة ويعني رجال الدرك أكد هم يتدخلوا على الفور لا نحن حتى في القانون في دفتر الشروط اللي يتحصل عليه الناقل عند حصوله عن الخب هناك دفتر الشروط من بين دفتر الشروط اللي يتحصل عليه أنه ممنوع التوقف والتوقف رح يخليه يعني يحزوله الحافلة لكن هناك مثل هذه التوقفات هناك من يشوفها معزولة ليست معزولة والله يا أستاذ يعني راني نمشي على طرقاتنا نشوفه عند كل ممر نجد أنه حافلة توقفي مجرد أنه الشخص يقول له حب نوقف عن هذا المكان حب نوقف عن هذا المكان هذا ما يخلينا يخلي أنه حتى عدة محطات تع المسافرين سيدتي هذا ما يخلينا أننا نقدر نقوله بل هناك عوامل أخرى من بين العوامل الأخرى هي وجود الكثرة كثرة يعني تشبع في الخطوط نحن الناقل هذا يعني كي تكون تخيلي كي تكون الخط يعني مثلا عندي حتى عينة مثلا سبعين حافلة في عين البنيان معين البنيان باب الود ونشوفه احنا باب الود يجي الكيران السبعين تكون فيه يعني واحد المنافسة احنا اللي نشوفها يعني منافسة مهيش تحترافية ولا منافسة اللي تقدر تكون تكون تأدي يعني بأرواح مواطنين لأن نوافقك احنا نقول باللي حتى الدركي وحتى الشرطي يعمل الدور اما فيما يخص يعني الحركة وهذا التذمر وهذا اللي يعني نشوفوها احنا ببعض الاحيان حتى احنا مواطنين سكنين في العاصمة كيما ننتيذوك نجو يعني في أيام العامل هكذا الانسان يعني يتنقل يتنقل بصعوبة حتى انه يلحق يعني المكان العامل مرهق انا اضف على هذا انه حتى هذه يعني تعطلات وهذه الحالات من الاكتظاث يعني جعلت حتى بعض المواطنين والمواطنات حتى الشباب يعني يعرضوا نفسهم عن اخصائيين ويتناولوا حتى يعني في المهدئات نشوفوا باللي هذا البلك يعني عندها مدة اكثر من سبع سنوات او ثمان سنوات في العاصمة يعني اكتظاظ راهيب انسان يعني كان من المفرض يقدر يعني كما نقول احنا بالعاملية يقدر 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 يتلشغالات اربعات لك شغل واحد ما يقدر يقدر يشغل وحتى قلت لك من من الجانب يعني الصحي المواطن في وقت الحالي نروحوا نشوفوا الضغط الدموي ارتفع نشوفوا حالة المرض السكري عفانا الله وعفاكم نلقاوا باللي في تزايد حتى يعني المراض وشخصها يعني اخصائي يلقاوها السبب الوحيد هو يعني هذا النرفازة وهذا الاقتضاظ وهذا القلق احنا كنا نعطي هنا اقتراحات من المفروض من المفروض يكون مخطط تعال النقل يتابع مخطط حركة تسيير المورور طيب على اي اساس يجب ان يعتمد هذا المخطط سيد عبدالكريم على اي اساس يجب ان يعتمد في ظل انك عطيتني نقدر نقول مثال وقلت بلي على مستوى فقط باب الواد هناك حوالي 70 حافلات تنشط عبر الخط هنا بالعاصمة في حين ان هناك بعض البلديات تشهد نقص في عدد الحافلات على الخطوط التي تربط يعني بلديات العاصمة هل الامر مرتبط بكيف يتوفير هذه الحافلة كثفة سكانية ام كيف يتم ترتيب على سبيل المثال وسأعرض على هنا هناك يعني خط بمعطي الكاليثوس 85 حافلة نتخيل 85 حافلة لو تاخذ غير هي الطريق راح تدير يعني ازدحام ازدحام اولا كيفاش يدخلوا لعلمك و لعلم المواطر الكريم من هذا المنبر هناك خطوط وهناك ناقلين يعملون بالتنوب يعني يعمل النهار ويريح يومين رغم انه عنده خط ليعمل يعني طول الشهر او طول السنة ولديه سجيل تجاري انه تاجر بحكم انه يستغل هذا المهنة احنا كتنظيم يعني شوفوا وين الحقنا وين حاولنا ننصف بين الناقلين يعني مثلا فيه خطوط هذا الخطوط لحقوا المواطنين يعني اللي هما ناقلين اصحاب الحافلات هما اتفقوا بنتهم يعني مصير الخبزة تعولتهم وهذا لعلمكم انه يعني في وقت في 2009 عند استلام وزير النقل السابق في 2009 هو اللي سمح بتعليمة بتعليمة وزارية اعطى تعليمات للمضرع يعني استقبال كل ملفات النقل واعطاهم يعني اعطاهم الخطوط ترخيص من اجل فتح هذه الخطوط فتح الخطوط يعني بدون مراعاة اي شروط كان يعني هدف الوزير سابقا عمرته كان هذا الوزير يعني فلا ربما كان كانت عنده نية نية حسنة انه كان يقول حتى في ندوات يعني قالوا له بالاكتظاظ قالهم انا يا المناصب العمل احنا هاي التبعيات تبعيات هذا العمل طيب يعني يعني من المفروض من المفروض استغلال الخب يعني يكون عنده الجدوى تعه الجدوى يعني حتى في المرضودية وتكون هناك لجنة في الوقت الحالي سيدتي يعني الانسان اللي يحاول يعني باشي يقوم باستغلال الخب عنده شروط معينة شروط يعني لابد من انه يحترمها شروط لا حتى في الشروط في حدتها سهلة ولهذا نشوف حتى يعني من يعني تسليم هذا الرخص نقولوش عشوائية مكاس يعني انضباط وجدية من المفروض هي اللي تخلي مثل هذه الامور تخلق مثل هذه الفوضى عبر الطرقات طيب سيد عبدالكريم ما هي مقترحاتكم في هذا الموضوع أنا مقترحات إعادة النظر في تسليم هل أساس يتم إعادة النظر في إعادة النظر أنا أعطيت لك عينة والمواطنين من بعد بلدية العاصمة والمواطنين يسمعونا ونشوفوا بالقناة النهار تعكم يعني قناة يعني مرموقة وقناة يعني لها يعني مشاهدين أنا أجزم هناك مواطنين يتابعوا فينا ناقيلين أنه وابلك اليوم رأي في راحة من المفروض يعمل أتخيلي أنت عندك رخصة وأنا عندي رخصة عندك رخصة استغلال وأنا رخصة استغلال اليوم تعمل أنت أنا ما نعملش والمفروض نعمله إحنا لتفادي هذه الأخطاء ونحن لا نحمل يعني غير الإدارة لأن حتى الإدارة تفتقد إلى معايير ووسائل من هذا المنبر ماذا يعني نقترح نقترح إعادة النظر ووضع مخطاطات النقل تساير حتى مثلا احنا نشوف باللي كما ركيت أعطيتني مقبيلة يعني تساؤل قلت يعني فيها مناطق ما فيهاش النقل هذا هو ما أزاد يعني طين بلا من المفروض وضع الخارطة السكانية للعاصمة وباقي الولايات ووضع المختصين وإشراك المتعاملين الناقلين وكما يقولون وفي هذه الحالة يعني يكون عندنا مخطط بمعايير بنظرة بكل يعني ما تطلبه يعني السعر طيب سيد عبدالكريم لكثير من الجزائر نظر هذا الازدحام المروري عبر الطرقات هناك الوسائل أصبحت اليوم واستحدثت حدثنا عن مترو الجزائل أصبح من بين الوسائل التي يستعملها كثيرا العديد من المسافرين على مستوى العديد من الخطوط عصرنت وسائل النقل كذلك كيف بإمكانها أن تكون عنصر لتخلي المواطن أنه يصل إلى مكان الذي يرغب فيه بأريحية وكذلك تنقس من هذا الازدحام مروري عن طريق استعمالها يعني نحن نشوف هذه المنشآت هي منشآت يعني كبيرة المنشآت يعني ما تكون باستطاعة القطع الخاص أنه يقوم بها هذه مستشفى تستدير مشاريع كبيرة تتحملها الدولة ورغم أننا يعني نحن متأخرين في هذا في هذا في هذا المعايير أو في هذا المقاييس إلا أنه نستبشر خير نشوف ونحن بلي مثلا مترو الجزائر أو تراموية الجزائر حتى تراموية سطيف أو بالعباس أو يعني وغران قسنطينة نحن نشوف بلي هذه الوسائل وهذا وهذا كان من مطالب يعني المنظمة أنه قالت النقل الجماعي هو الوسيلة الوحيدة نحن تخيل يعني في دول متقدمة المواطن أو الساكن يعني ما يستعمل السيارة أو يعني يستعملها يعني نادرا لأنه الوسائل متوفرة وبتوقيت يعني توقيت دقيق ومحدد نحن هنا فلا ربما يعني متأخرين شوية فلا ربما نزيد نذكرك أنه كان في 2015 من المفروض استلام تراموية يعني يعني يلحق حتى الزيراندا كانت حتى العاصمة يعني كانت استشراف يعني المسؤولين في أنا ذاك أنه حتى العاصمة العاصمة ماذا يؤثرين يعني حتى في الحظائر ما كاش يعني هناك حظائر يعني لائقة في أماكن في العاصمة وجود يعني الإدارات وجود الوزارات وجود السفارة يعني تمركز كله يعني المسؤول العاصمة يخلق متهد هذا المنظمة لكن إذا ندلي بدلونا يعني ليس الناقل يعني هو الوحيد اللي أثر على هذه الحركة يكون بإشراك كل كي كل قطاعات العانية وكذلك توقف على تقافة مرورية حالة الاكتظار هي مسؤولية جامعية يعني يعني يشاركوا فيها عدة وزارات حتى وزارة التربية وحتى الوزارة التعليم العالي كيف يقولوا وزارة التعليم العالي سيد حجاري يعني من المفروض تكون توقيت نشوفه نحن النقل طالبة نشوفه إقامات جامعية في يعني في سكامات مثلا أولاد فايت باب زوار وغيرها يعني من مراطق جزيل الشكر لك الأستاذ عبد الكريم بن غلاب نائب الرئيس الوطني المنظم الوطني النقلين الجزائريين على كل هذه التفاصيل وجمعة مباركة به حول الله تعالى شكرا لك